أحكام إعدام بالجملة بحق المعتقلين لا نتحدث هنا عن زمن الحروب التاريخية الغابرة وأنظمة الاستبداد وما كان يحدث من انتهاكات لأجهزة العدل في تلك المراحل الزمنية بل هي أحكام تحدث في صنعاء هذه الأيام بصورة أكثر قتامة المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء أصدرت حكما بإعدام ثلاثين معتقلا ضمن محاكمتها لستة وثلاثين معتقلا في سجونها وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال خمسة عشر يوما منظمة سام للحقوق والحريات قالت في بيان لها أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانونا كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى فضلا عن الإخلال بمبدأ المحاكمة العادلة رابطة أمهات المختطفين استنكرت الأحكام الصادرة بحق أبنائها وقالت في بيان لها أن الحوثيين لم يكتفوا بمحاكمة أبنائهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات بل تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي الرابطة حملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائهن المختطفين كما حملت جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية حياة وسلامة جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا حقوقيون قالوا إن الأحكام الصادرة عن محاكم ميليشي الحوثي هي أحكام لا قيمة لها وتشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم أحكام جائرة إذن لا تستند إلى أي معايير ومسوغات قانونية هكذا هو وضع أجهزة العدل وهذا ما يحدث في صنعاء اشتركوا في القناة